موسيقى صباح الخير أهلا وسهلا بيكو كل مشاهدي قناة الحياة في مصر الوطن العربي ودلوقتي معاد برنامج العيادة وعيادتنا النهاردة هي عيادة علاج السمنة والتغزية العلاجية مستني كل أسئلتك وكل اتصالاتك على الأرقام اللي هتكون موجودة على الشاشة دلوقتي للي عنده أي استفسار أو سؤال يخص الرجيم أو يخص علاج السمنة إن شاء الله هنكون جاهزين للرد على كل أسئلتك موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا جدا في مواضيع السمنة أو في رحلة علاج السمنة وسؤال يعني أنا أقدر أسمي الموضوع ده سؤال هو أنا بعد ما هخس هعمل إيه هو أنا بعد ما وصلت للوزن اللي عجبني أو الشكل اللي عجبني المفهود أعيش إزاي أو أكمل إزاي أو أعمل إيه فتلاقي ناس كتيرة بقى بتبتلي تقول أنت مدام وصلت للوزن اللي أنت عايزه أو وصلت للشكل اللي أنت عايزه يلا اعمل تثبيت الوزن موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم على تثبيت الوزن يعني إيه إمتى نعمله إزاي نعمله وإيه كلمة تثبيت دي لأن إحنا كتير بنسمع من بعض الناس أن فيه تثبيت وزن وناس تانية بتقول لا ده مفيش حاجة اسمها هنظام تثبيت طبيعترا فيه ولا مفيش هنتكلم بالتفصيل على الجزئية دي لأن أنا أعتقد أن جزئية تثبيت الوزن بتشغل بال ناس كتيرة جدا جدا من المهتمين بالرجيم أو مهتمين أن هما ينقصوا وزنهم أو يوصلوا لشكل مثالي ووزن مثالي وصحة جيدة عن طريق التغذية بيبقوا عايزين يعرفوا طب أنا دلوقتي بعد ما أوصل للوزن اللي أنا عايزه هعيش حياتي إزاي أو هسبت إزاي لا ده أنا خايف أن أنا أعمل رجيم لأن أنا شفت واحد صحبي أو واحدة شافت واحدة صحبتها بعد ما خست فعلا ونجحت أن هي تنقص وزنها نسبة كبيرة ووصلت لشكل كويس جدا جدا رجعت تخنت تاني ويمكن تكون رجعت تخنت أكتر من الأول وتلاقي بعض المرضى خايفين من فكرة الدايت أو من فكرة الرجيم ويقول خلاص منامنا كده كده هتمنع شوية أو هبطل شوية فهخس وهرجع أكل تاني هتخن تاني طب ليه أحرم نفسي وليه أتعب نفسي لازم هنا نفرق ما بين تثبيت الوزن وإنقاص الوزن والمفاهيم الحديثة للكلمتين لأن علم التغذية العلاجية من العلوم الحديثة نسبيا واللي كل يوم فيها جديد واللي كل يوم فيها بحث علمي مستمر وفيها دراسات كتيرة بتلغي أفكار كتيرة كنا ممكن من عشر سنين أو من 12 سنة بنقول ده عشان تعمل رجيم تعمل كذا وعشان تعمل رجيم تعمل كذا لكن مع البحث المستمر ومع الدراسة المستمرة فيه مفاهيم كتيرة اتغيرت أولا لازم نبقى فاهمين أن كلمة تثبيت الوزن في علم التغذية العلاجية الحديث نسبيا نقدر نقول هو مرحلة الإنهاء يعني أنا عايز ألغي شوية كلمة تثبيت دي أو الناس تبقى متخيلة أن أنا مثلا كنت 100 كيلو وخسيت لغاية 80 كيلو فهعمل حاجة معينة عشان أفضل 80 لأ أنا أقدر أغير كلمة التثبيت دي وأقول إنهاء برنامج العلاج المحدد يعني إيه؟ أي واحد بيشتكي من سمنة أو من زيادة وزن بيبقى دايما أول سؤال يعرفه أو بيسأل عليه الدكتور بتاعه هو أنا وزني كامل النهاردة 100 كيلو طب هو أنا المفروض أكون كام 80 كيلو طب فقد إيه؟ دايما يسأل السؤال ده هو أنا خسي 20 كيلو دول فقد إيه؟ طب وأنا بعد ما خسي 20 كيلو دول هعمل إيه؟ أرجع أكل بقى اللي أنا عايزه وأرجع عيش حياتي زي ما كانت وكده كده حضرتك هتعمل لي برنامج التثبيت فخلاص بقى مش هرجع عادخان تاني طبعا ده مفهوم غلط 100% إحنا اللي أقصده إن كلمة تثبيت الوزن هي إنهاء المرحلة الأولى وبداية مرحلة تانية المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إنقاص الوزن اللي اتكلمنا فيها كتير وشرحنا تفاصيل فيها كتير والمرحلة التانية اللي هي أساس موضوع حلقتنا مرحلة الأولى أنا نجحت فعلا إن أنا أنقص من الميت كيلو للتمانين كيلو زي ما قلنا إن ده تقريبا الوزن المثالي وإن أنا اتأكدت إن على الأقل من سبعين لتمانين في المية من الوزن اللي فقطه من الدهون دي نقطة مهمة جدا جدا دايما بأكد عليها ودايما بقررها في كل حلقاتنا المعيار الأساسي والمعيار الحقيقي للنجاح خطة علاج السمنة مش نقصان الوزن هو نقصان أكبر نسبة من الدهون في الوزن اللي احنا فقدناه هناخد التليفون ده وهنكمل موضوع حلقتنا معانا أم محمد أهلا وسهلا بيكي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت حضرتك أنا عندي منطقة اللصة الوزن اللصة يعني منطقة دوران البطن يعني بالجوانب وأعلى الرجبة وأعلى الرجبة يعني عندك أماكن متجمعة فيها الدهون منطقة دوران البطن وأعلى الرجبة آه وعندي مشكلة رجل الشمال يعني عندي أعلى شوية في السمنة من رجل الرجبة آه يعني فيه أماكن في الجسم فيها سمنة موضعية أكتر من أماكن تانية تمام أكتر الحفظة مش كتير قوي كويس وزن حضرتك كامل محمد أنا كنت تمانية وستين فأخدت على هذا النظام ووصلت لواحد وسبعين تمانية وستين ووصلتي لواحد وسبعين أقصى حاجة في زيادة الوزن هي لواحد وسبعين آه يعني ما كناش مسلا أدخم من كده بخسين عشوية آه تمام سن حضرتك قد إيه أنا واحد وثلاثين واحد وثلاثين إحنا والدين كم مرة والولادات طبيعة ولا كيصارية أربع مرات آه تمام طيب منطقة تجمع دهون البطن أو اللي فوق الرجبة أو الفاغدين والفاغد أو رجل أكبر من رجل ده طبيعة جسمك من مدة كبيرة ولا بعد الجواز والحمل والولادة مع التغير الهرموني اللي حصل طيب واضح إن إحنا فقدنا سؤال حضرتك يا أمو محمد بس في حالة إن حضرتك بتشتكي من آه زي سؤالك إن في تجمع دهون في منطقة البطن ومنطقة أعلى الرجبة ومنطقة الفاغدين لازم نكون مركزين في جازة جزئية وإحنا بنحط برنامج العلاق مبدئيا أنت وزنك ما يعتبرش زيادة وممكن يبقى زيادة بسيطة جدا واللي هيأكد لنا أو هيعرفنا نسبة الدهون الزيادة قد إيه وأماكن توزيعها كمان هو جهاز الـ InBody أو الـ Composition Analysis تحليل مكونات الجسم هيقول لنا الـ 71 كيلو دول نسبة الميا فيهم نسبة الدهون فيهم والدهون الزيادة كم كيلو ومتوزعها إزاي ولازم برضو نفرق ما بين نسبة الدهون الزيادة وتوزيعها يعني إيه يعني ممكن يبقى نسبة الدهون الزيادة 2 أو 3 كيلو بس فالـ 2 أو 3 كيلو دول مع الدهون الأساسية اللي أي جسم أي بني آدم لازم بيبقى فيه نسبة نسيق دهني متوزعة في أماكن أكتر من أماكن دي حاجة الحاجة الثانية لازم نفرق ما بين وزن الدهون وما بين حجمها يعني ممكن يبقى نسبة الدهون ككتلة مش كبيرة لكن حجم الخلايا الدهنية أو أماكن توزيعها كبير يعني ببساطة ممكن تلاقي 2 كيلو دهون لكن مقاس البطن كبير جدا جدا نتيجة إن الدهون متوزعة في منطقة البطن عشان مثلا حضرتك حصل حمل وولادة متكررين فيه ترهل شديد في عضلات البطن وترهل شديد في الجلد بسبب الولادات المتكررة والحمل المتكرر لأن الجلد والعضلات بيفقدوا ليونتهم بسبب تمدد البطن 9 شهور وكمان مع الولادة القيصاري بيحصل سكشن أو بيحصل قطع في العضلات بتاعة البطن فبيحصل ترهل وزي ما قلنا في حلقات كتير إن دايما أي دهون زيادة أو النسيج الدهني في المنطقة اللي فيها ترهل بيملى دهون أكتر أو بيتملي أكتر بسبب الأكل اللي احنا بنكله لو مش محسوب في كمية السعرات الحرية وكمية العناصر الغذائية للجسم محتاجة بورتوكول للعلاج هيكون متقسم لكذا جزئية أولا سيستم تغذية مناسب للحالة يعني مش هيبقى ريجيم بالقدر القاسي أو بالقدر الكبير لأن تقريبيا لو عملنا الإنبادي هنلاقي نسبة الدهون الزيادة هتكون بسيطة ولكن لازم نتعلم وإحنا بنحط النظام ده وده بيكون مفتاح أساسي عشان تثبيت الوزن بعد كده زي ما هنكمل في موضوع حلقاتنا لازم نتعلم سكيلز أو مهارات الرجيم يعني النجاح الحقيقي لأي واحد وهو بيخس يتعلم وهو بيخس إزاي عشان بعد ما يبطل النظام أو المتابعة الإسبوعية أو الشهرية أو أي أن كان مع الدكتور اللي بيعالجه يبتدي يبقى عارف ومحرص ومخلي باله ما يرجعش يغلط غلطاته فيرجع يزيد مرة تانية هرد على التليفون ده الأول وبعد كده أكمل الرد على سؤالك يا أمم محمد أستاذة باسمة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك اتفضلي فاني لو سماحتي يا دكتور أنا بوزني كتير جدا عندي بطنة كبيرة والأرضيف وكده وما بخطش فيها بسرعة طيب وزن حضراتك كام يا فاني 85 كيلو 75 ولا 80 85 كيلو أنا أكدت 79 85 كيلو السن والطول أنا طولي 159 وسني 21 سنة طيب قيمتي نفسك أنك مش بتخصي بسرعة إزاي يعني احكيلي هل عملنا مثلا رجيم لمدة 3 أربع شهور ولقينا مفيش نتايق خالص ولا معدلات النزول كانت كام يعني كنت مثلا لما بعمل رجيم لمدة ثلاث شهور ولا شهرين طيب ده واضح ان احنا فقدنا تصارك حاول تكلمينه مرة تانية لان دي نقطة مهمة جدا جدا لان بعض الاحيان بتبقى المعدلات طبعية ولكن المريض نفسه او اللي بيعمل ضايت نفسه مستعجل وزهقان وعايز يخص بسرعة مش هلوم او مش هقول ان لا ما تستعجلش وما تزهقش بس احيانا بتبقى هي دي المعايير الاساسية او المعايير المزبوطة فعشان ما يجلناش احباط او ما نجيش على نفسينا حاول تكلمينه وايه هنكون مستنيين تليفونك عشان نرد نرجع لسؤال ام محمد كنا بنقول البروتوكول الاساسي اول حاجة نظام تغذية ونبتدي نشتغل على نسبة الدهون او النسيج الدهني اللي موجود في المنطقة ونبتدي نشتغل على تراهل الجلد وتراهل العضلات بالنسبة للنسيج الدهني المتمركز او اللي موجود في منطقة معينة اقدر اشتغل عليه عن طريق جلسات تنسيق القوام او ازابة الدهون موضعيا بنعمل ميكس او برتوكول للعلاج ما بين الكرايو او الفريزنج او التبريد مع الكافيتيشن او الموجات الفوق صوتية وممكن ازود مرة او مرتين حقن الميزو سيرابي او المواد الانجيكشن لايبولوسيز المواد اللي هي مذيبة للدهون وبتجيب نتائج هيلة جدا في الاماكن اللي نسيج فيها الدهني غريب شوية او مش اماكن اقدر اشتغل عليها بالكرايو زي اعلى الرجبة يعني منطقة اعلى الرجبة من الاماكن لو حقنت فيها المواد المذيبة للدهون بتجيب نتائج كويسة جدا جدا بس لازم نبقى عارفين سواء التبريد او الكرايو او الحقن الموضعي ان النتائج بتبتلي تظهر بالتدريج يعني ما تخيلش ان انا رحت عملت جلسة النهاردة عند الدكتور ان انا تاني يوم هلاقي البنطلون وقع ده انت هتلاقي تغير بيحصل في خلال اربع او خمس اسابيع من الجلسة الوحدة ففكرة ان انا ابقى مستعجل دي او ان انا عايز بكرة لاقي النتيجة وايلا مش هكمل للأسف بتحكم على تجربتنا بالفشل ببتدي اشتغل على طبقات الجلد المترحل بالريديو فريكونسي او الار اف وببتدي اشتغل على ترهل العضلات بالتمرينات الموضعية للمنطقة دي لو منطقة زي منطقة البط ببتدي امرن كل العضلات اللي موجودة سواء العلوية او السفلية او الجوانب لمنطقة البط كبروتوكول كامل بعمل جلسات التبريد بعمل التمرنات الموضعية بعمل الار اف لشد الترهل مع نظام غزائي متوازن ببتدي ان شاء الله اوصل لشكل كويس ووزن كويس وبعد ما اوصل لده مهم جدا جدا فكرة الانهاء او فكرة التثبيت اللي احنا بنتكلم عليه كنا بنقول ان التثبيت هو الانهاء او بداية مرحلة مختلفة انا خلاص خسيت وتمام ووصلت الوزن اللي انا عايزه وعملت الان بادي وتأكدت ان 70-80% من الوزن اللي انا خسيته من الدهون طب اعمل ايه بقى؟ ارجع للدكتور بتاعي وابتدي اتكلم معاه دلوقتي احنا وصلنا لنسبة كويسة من الدهون وصلنا لشكل كويس جدا جدا او وصلت النسبة كويسة من الدهون والشكل لسه فيه شوية ودي نقطة مهمة جدا جدا لازم نفرق ما بين الوزن المثالي او نسبة الدهون المثالية والشكل المثالي ممكن يبقل اتنين ماشيين في نفس الطريق وبنفس الخطوات وبنفس السيكونز وممكن حاجة تسبق حاجة ممكن شكلي يخس جدا جدا ووزني لسه فيه شوية وعندي نسبة دهون وممكن العكس وزني يكون نقص ونسبة دهون ينقصت جدا ولكن شكلي لسه فيه بعض الدفوهات في حالة ان انا شكلي فيه بعض الدفوهات ووزني بقى كويس لازم ابقى عارف انا الشخصية بتاعتي من انهي نوع لو انا من الناس اللي بتحب الجيم بصور كبيرة شوية يعني مش اللي هو بروح امشي على المشاية بس او بروح اعمل على العجلة او على الارك او على اوربيتراك لا ده انا مثلا ببتدي اشيل اوزان وعايز اعمل فورمة معينة او عايز اكون عضلات معينة طريقة التمرين في الحالة دي بتختلف تماما وطريقة التغذية في الحالة دي بتختلف تماما عن واحد شكله لسه فيه بعض الزيادات ومش هيخس او مش هيكمل به الجيم عشان كده لازم نبقى عارفين ما نخلطش الاوراق ببعضها وما نخلطش كل حاجة ببعضها وتلاقي ناس بتسمع جملة من هنا وجملة من هنا وجملة من هنا وتعمل ميكس وتقول طيب اللي عايز يخس لازم يعمل مدة معينة كل حالة ليها نظام التخصيص الخاص بيها وكل حالة ليها نظام الانهاء الخاص بيها حسب انا في انهي مرحلة وعايز اكمل ازاي طيب انا خسيت وعايز انهي طيب هل الانهاء اللي انا هعمله ده يضمن لي ان انا مش هارجع عدخن تاني طيب هل الانهاء او التثبيت اللي انا هعمله ده هيضمن لي ان انا بعد ما كلت كل بعد ما هاكل كل حاجة وبعد ما خلصت الفترة دي اللي هي فترة الشهر بتاع التثبيت مش هارجع عدخن تاني ولا بمجرد ما هارجع اكل تاني هارجع عدخن اقدر اقولك ان الاتنين موجودين يعني ايه يعني فيه تثبيت وزد ومفيش تثبيت وزد حسب مفهومك انت حسب معلوماتك انت حسب نظرتك انت للمرحلة اللي فاتت والمرحلة الجديدة كل الناس او نسبة كبيرة من الناس بتتخيل ان القصة او العلاقة اللي بينها وبين دكتور التغذية هي مجرد ورق الدايت وانا اكدت في حلقات كتيرة جدا جدا وقلت كتير جدا جدا الورقة دي هي سيستم الاسبوع هي سيستم بنتعلم منه مهارات هي سيستم بينقلني من مرحلة لمرحلة او باخد بيه خطوة لكن العلاقة ما خلصتش عندي كده يعني مش بمجرد من انت خسيت 10 كيلو يبقى خلاص حتى لو بطلت تروح للدكتور بتاعك او بطلت التابع معاه مش معنى كده ان علاقتك بالتغذية السليمة انقطعت يعني بمنتهى البساطة دايما بنقولها وبنكررها الرجيم هو تغيير اسلوب الحياة الرجيم هو تغيير اسلوب الحياة طب تغيير اسلوب الحياة ده هيجي منين؟ هيجي من الانظمة اللي انت خدتها من الدكتور اللي بيعالجك هتيجي من الدكتور اللي بيعالجك علمك ان انت لما تبقى نفسك تاكل حاجة حلوة تاكل ايه؟ خلاص عرفنا اننا ليا في اليوم مثلا 3 معلق سكر او معلقتين مربة او قطعتين دارك تشوكلت عشان مستوى السكر في الدم عندي ما يقلش واكل حاجة من نفسي فيها هنطلع فاصل وهنرجع نكمل موضوع حلقتنا تثبيت الوزن استنونا بعد الفاصل اهلا بيكم مرة تانية ورجعنا بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل الفاصل على تثبيت الوزن وكيفية تثبيت الوزن وهل فيه تثبيت الوزن ولا لا لان كتير بنسمع فيه ناس بتقول اه وناس بتقول لا كنت بقول ان اللي بيحدد اه او لا هي نظرتك انت وانت بتعمل نظام الانهاء او نظام التثبيت او حتى وانت بتبتدي الرجيم لازم نبقى فاهمين وعارفين ان السمنة من الامراض المزمنة والسمنة مش بس مرض مزمن السمنة مدخل لكل الامراض المزمنة التانية يعني النهاردة ممكن يبقى سني صغير شوية وعندي شوية دهون زيادة وعندي وزن زيادة 10-15 ايا كان ومعنديش اي مشاكل تاني صحية ولا ضغط ولا سكر ولا 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 ولكن لو انا مخدتش خطوة حقيقية وابتديت ان انا اعالج سمنتي او اعالج مشكلتي السمنة دي مش هتقف لوحدها هتجيب اخواتها معاها هيبقى سمنة وضغط عالي هيبقى سمنة وضغط عالي وارتفاع في الكوليسترول والدهون السلسية هيبقى سمنة وضغط عالي وارتفاع في الدهون السلسية والكوليسترول وكمان معاها السكر طيب اي مريد سكر او اي مريد ضغط او اي مريد ارتفاع دهون عارف قوي الجملة اللي هقولها دي مفيش مريد سكر بيخف في مريد سكر بيكنترول مشكلته او بيتحكم في مشكلته لازم مريد السمنة يبقى عارف نفس الكونسبت او نفس المبدأ وهو بيبتدي الخطة العلاجية بتاعته هو بيبتدي يكنترول مشكلته بيبتدي يتحكم في مشكلته حل المشكلة او التحكم في المشكلة انه يبتدي يخس ويبتدي ينقص وزنه ولازم يبتدي يعمل برنامج معين عشان يفضل على اللي وصله يعني انا لو عندي عشرين دهون زيادة وبشتكن من سمنة وعندي شوية كولسترول بسيط وعندي شوية ارتفاع في الضغط بسيط وفعلا ابتديت اخسه ونقصت وزني وخسيت العشرين كيلو دول ولقيت ان كل المشاكل دي ما بقتش موجودة ده مش معناه انك ترجع تاني تاكل بلا حساب وترجع تاكل زي ما انت عايز لان زي ما المشكلة ابتدت تتحل مع الوقت ومع تغيير العادات والسلوكيات هتبتدي ترجع تاني مع الوقت لو ابتدينا نغير عادتنا وسلوكياتنا للأسوأ فلو انا عندي المفهوم ده او المبدأ ده ان انا بكنترول المشكلة كده اقدر اقولك انت هتقدر تثبت وزنك او هتقدر تعمل برنامج الانهاء او هتقدر تحافظ على اللي خسيته لو المبدأ ده مش موجود وان الرجيم فترة عابرة في حياتك وان التغذية السليمة لمدة مؤقتة وان التغذية المزبوطة دي حاجة بس كده لمدة شهر او شهرين عندك فرح او عندك فرح عايزة تجيبي فستان معين هتقدم في كلية معينة فمطلوب وزن معين هدومك بتاع السنة اللي فاتت ديقت عليك فعايز تربسها السنة دي ولو ان الاهداف دي رغم انها ممكن تبقى اهداف بسيطة جدا لكن اهداف حقيقية بس لازم تبقى عارف عشان اقدر اقولك انت هتثبت وزنك فعلا انت بعد ما هتوصل ليه الوزن اللي انت عايزه وتعمل برنامج الانهاء او برنامج التثبيت لازم تفضل عايش طريقة صحية واكل صحي عشان ما ترجعش المشكلة تاني زي الاول طيب امتى اسبت وزني او امتى ابتدي اعمل نظام للتثبيت او خلاص انا كده اقدر اقول انا محتاج ان انا اسبت فكرة التثبيت او الانهاء زي ما قلنا ليها انواع كتيرة وليها ناس كتيرة تقدر تعملها يعني مش كل اللي بيثبتوا وزنهم او بينهوا برنامج العلاج كلهم نفس الوضع في اشكال كتيرة او ناس كتيرة تقدر تقول انها محتاجة تثبت اول فئة من الناس دي اللي هي احنا قلناها اللي الناس اللي فعلا نجحت ان هي تحل كل مشكلتها يعني عنده 20 كيلو دهون زيادة خسهم او عنده 25 كيلو دهون زيادة خس منهم 20 وصل للوزن الكويس ووصل للشكل الكويس ده يتفضل يعمل برنامج الانهاء ده نوع النوع التاني او المجموعة التانية او الناس التانية اصحاب الاوزان الكبيرة ودي رسالة مهمة جدا جدا بوجهها لكل واحد بيسمعني سواء كان وزنه كبير ونجح انه يخس جزء كبير منه ومش عارف يكمل او مش قادر يكمل او مش عايز يكمل التلاتة مش عارف مش قادر مش عايز يعني هو ممكن يكون كان وزنه 130 كيلو والان بادي قال انه يبقى 80 هو يوصل للتمنين وسبت يا مسبتش خالص لا طبعا ده مفهوم مش مظبوط انا ممكن اكون كنت 130 كيلو ووصلت للمية 10 وصلت للمية ومش قادر ابقى 80 وكلمة مش قادر دي ليها خطوط كتير قوي ممكن اكون مش قادر ادخل في المرحلة اللي بعد كده ودي نقطة لازم نبقى مركزين فيها فكرة بداية الرجيم ونصه او الجزء الاولاني منه ونصه والجزء الاخير منه بيختلف في كل واحد في نفسه يعني ايه يعني انا ممكن اعمل رجيم اول اسبوعين 3 بخس 2 كيلو في الاسبوع 3 كيلو في الاسبوع كيلو ونص خسيت 10-12 كيلو وده كلام للاصحاب الاوزان الكبيرة اللي هو قلت عشان الناس بس ايه تبقى مركزة معايا خسيت اول شهر 10-12 كيلو تاني شهر خسيت 8 كيلو تالت شهر خسيت 4 كيلو تلاقي المريض بينه وبين نفسه هو الرجيم بقى صعب قوي وبقيت انتزامي زاد قوي ورياضتي زادت قوي ليه ما بخسش زي زمان ليه ما بخسش بنفس المعدلات الكيلو ونص والتنين كيلو ليه بقى بيعدي علي اسبوع واثنين وثلاثة وزني ما بينقصش طب ليه طب انا تعبان انا مش قادر حقك انك تبقى تعبان حقك انك تبقى مش قادر بس لو فاهم هتستحمل فاهم ايه بقى فاهم ان طبيعة نقصان الوزن ده المعدل الطبيعي ليها ان احنا بنخس في الاول كتير ويبتدي المعدل يقل بالتدريج فاهم انك بتخس في الاول كتير وبيبقى بعد في الاول كل عشر كيلو يحصل ثبات اسبوع او اتنين وبعد ما تكون خسط لك خمستاشر كيلو السبات ممكن يحصل اخس اسبوع واثبت اسبوعين اخس اسبوع واثبت اسبوعين فلو سعدتك او حضرتك او حضرتك مش فاهمة دي او مش قادرة تستحمليها انت تقدري او انت تقدر انك تثبت وتكلم دكتورك وتقوله انا خلاص مش قادر لان احيانا بيبقى الدكتور نفسه خايف على المريض خاص رقم كبير ومش قادر يوصل للمثالي تلاقي الدكتور عمالي زن يلا نثبت طب ننهي شوية طب ناخد اجازة مدروسة طب نهدي برنامج شوية فتلاقي المريض نفسه طب ما انا متحمس بس بيكون الدكتور هنا خايف على المريض من الملل او خايف على المريض من الاحباط فمهم ان الاتنين الدكتور نفسه والمريض يكونوا متفقين على ده لو انت وانت بتعمل برنامج ريجيم كمريض ومش قادر تكمل في اي مرحلة من المراحل قل لدكتورك اللي بيعالجك انا مش قادر اكمل انا خلاص جبت اخري بس مش معنى كده ان هو هيقول لك جود باي اند جود لك يلا كل اللي انت عايزه لا بنعمل نظام تثبيت نهائي او تثبيت جزئي او فينشينج او اللي هو بننقل من مرحلة لمرحلة يبقى تاني نوع اصحاب الاوزان الكبيرة طيب النوع التالت اللي نقدر نقول لهم يلا انتوا محتاجين تثبتوا وتلاقي الدكتور بيقولوا لا خلاص ثبت كفاية اللي هو الجسم وصل لمرحلة من الريزيستنس ومرحلة من المقاومة ما بيخصش خالص وزنه ما كانش كبير في البداية يعني 110 100 500 180 ايا كان وبقيله 5-6 كيلو وبنتشقلب مش عارفين نجيبه نتشقلب دي بكل ما تحمله الكلمة من معاني يعني ابتدينا نا طبعا احنا ماشيين من يدي ون او من اول يوم بالهرم الغذائي عشان بس نبقى متفقين ما قدرش اقول ان انا هسبت ريجيم مش هرم الغذائي ودي نقطة هتكلم عليها بالتفصيل انا ماشي بالهرم الغذائي كويس جدا وخصيت نسبة كويسة جدا 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 وابتديت جسمي يثبت زيادة عن الطبيعي يعني لو الطبيع ان انا بثبت ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع لأني بقى لي شهرين ما بخصش ابتديت اخد يومين مفتحين وثلاثة دايت ويومين مفتحين وثلاثة دايت عشان ابتدي ارفع نسبة اللبتن شوية وابتدي اعمل خداع للجسم عشان يبتدي يحرق معايا تاني ما بيخصش ابتدي ادخل حوارك للدهون وادوية بكل انواعها بكل احتياج الجسم ليها وطبعا تحت اشراف الدكتور ما يجيش العيان ياخد دوة منه لنفسه او يبقى اتنين مرضى بيخصه عند نفس الدكتور فيسمع ان الدكتور مدي للمريض دا دوة معين ومدي للمريض التاني دوة تاني فيقولك تبا اجرب الدوة دا الدوة ما بيتجربش غير تحت اشراف الدكتور لان هو اللي عارف جرعاته احتياج الجسم لي هناخده المدة قد ايه وهنوقفه قد ايه طيب جربنا الدوة وبرضه ما فيش نتيجة ابتدينا نغير في النظام الرياضي وابتدينا نغير في الفوت سايكل او في دورة الاكل اللي احنا بندخلها يعني انا كنت في الاول بمشي نص ساعة عشان اخس وخسيت النص ساعة دي بقت ساعة خسيت الساعة دي بقت ساعة ونص وما بخسش طب خلاص احنا هنبتدي بقى نعمل تمرينات كارديو اكتر او هكده حضرتك او حضرتك هتبتدي تروح الجيم مع personal trainer او مع مدرب خاص عشان يبتدي يدخل انواع جديدة من التمرينات عملناها وبرضه الجسم ما بينزلش ابتدينا ناخد فترات اجازات مفتوحة مش مجرد يومين ثلاثة بس لا واخدين مثلا اربع خمس ايام ابتدينا ندخل انظمة الانترميتين فاستنج او ابتدينا نصوم اوقات معانة انظمة كتيرة جدا وتلاقي الجسم برضه ما بيخسش كده يبقى انا مضطر كدكتور وحضرتك مضطر كمريد ان انت تسبت لفترة ولو عايز تكمل بعدها ماشي لو انت راضي عن اللي وصلتله ماشي ولازم هنا برضه نفرق ما بين الوزن المثالي وما بين الشكل المثالي زي ما قلت في الاول انا ممكن يكون شكلي مش مثالي لكن مع تغيير النوع الرياضة اللي بعملها ومدد الرياضة اللي بعملها ولو بمجرد لو كنت بروح جم مجرد بمشي على العجلة والمشاية وبعمل تمرينات كارديو خفيفة اقدر ابتدي ادخل تمرينات باوزان عشان ادود الكطة العضلية عندي وعضلاتي تتشد وجسمي يتشد فيبقى شكلي حلو جدا جدا ممكن يبقى وزني مقلش كتير وهبتيري تثبيت لكن شكلي اتغير فعلا معانا معانا على التليفون مادام ايمان اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك يا دكتور انا بقول لحضراتي يا دكتور انا كان وزني 72 كيلو من سنة فاتت ودلوقتي وزني 62 كيلو وطولي 165 بس حضراتي يا دكتور انا كنت والدى مورتين قيصري وعندي يعتبر شكل الجسم متناصق الحمد لله وكل حاجة بس عندي منطقة تحت السرة شكلها مش متناصق خالص مع الجسم ومن كتر خصية انا اصلا مش رفاية فحاسة خلاص يعني جسمي بيقولي يوقفي اي خصية تانية وان الباطنة دي مش هتنفع تنسل عن طريق الرجيم خلاص يعني هل حضرتك جربتي تعملي اي نوع من انواع الجلسات لتنصيق القوامد المنطقة دي اه والله يا دكتور انا فيه رحت مركز وكده قالولي انتي محتاجة فريزنج وكافيتيشن فانا جربت جلسة اللي هو فريزنج بس دكتور حاسة نعم جابتش معي نتيجة يعني مش عارفة الفريزنج نتيجته بتبتلي تظهر للجلسة الوحدة بعد اربع اسابيع او خمس اسابيع من عملها يعني انا مثلا النهاردة يوم السابت خمسة وعشرين اثنين عملت الجلسة ابتدري حس بفرق بعد شهر على خمسة وعشرين تلاتة او على مثلا نص تلاتة ابتدري حس بتغير وبعد كده اعمل الجلسة التانية مش هتحصل في يوم او اثنين او اسبوع او اثنين هي دي شروطة طب يا دكتور هو الافضل لي فعلا الفريزنج ولا كان مجري بفي اجهزة تانية افضل في المنطقة حسب الانبادي حسب تحليل مكونات الجسم وحسب شكل البطن نفسه هل دي نسبة دهون ولا هل ده ترخل ولا هل ده ترخل جلد وعضلات ونسبة دهون حسب شكل قدرتك احنا حتى لما بنيجي نقول احنا هنعمل كذا او كذا او كذا انا بفتح مدارك بس او بعرف الناس لكن كل حالة لها البروتوكول بتاعها لان ممكن تبقى نسبة الدهون مش كتيرة والترخل هو اللي كتير فهبقى محتاج مثلا جلسة واحدة فريزنج او جلستين واعمل مثلا عشر جلسات RF ممكن تبقى طبقة الدهون رفاعة جدا الفريزنج مش هيجيب معاها فمحتاج ان انا احقن مواد مذيبة للدهون حسب الحالة نفسها وزي ما قلت لحضرتك ما يبقاش فيه استعجال تمام فيها سيارة تاني عند حضرتك شكرا يا فن ربنا خليك اهلا وسهلا بيكي وان شاء الله توصلي لحضرتك عايزاه بس مع شوية صبر وبرضه بأكد سواء حضرتك عملتي بقية الكورس بتاع الجلسات الفريزنج او الكافتيشن او ات ايفرل اللي الدكتور محددهولك مهم جدا ما ننساش العضلات لان الناس كل بيبقى تركزها الحاجات الباسف او الحاجات اللي هي السهلة هعمل جلسة انا عند الدكتور البنت هتعمل لي RF طب العضلة دي مين اللي هيمرنها لازم حارك تمرنيها عشان البطن تبتلي تتشد هنطلع فاصل وهنرجع نكمل موضوع حلقتنا تثبيت الوزن استنونا بعد الفاصل اهلا بيكم مرة تانية وارجعنا بعد الفاصل وكننا بنتكلم على تثبيت الوزن موضوع حلقتنا وكننا بنقول مين الفئة من الناس اللي هي تقدر تثبت وزنها او كده خلاص هم فعلا محتاجين ان هم يعملوا برنامج التثبيت وشرحنا انواع الاشخاص او الناس اللي تعمل تثبيت للوزن طيب ازاي اسبت وزن او انت عمال تكلمنا تقول فنشينج وهنسبت وهننهي طب ده يحصل ازاي اولا قبل ما افكر في تثبيت الوزن يحصل ازاي لازم اكون بقيم ريجيمي نفسه كان الخساسان فيه عامل ازاي اي طريقة لتثبيت الوزن او اي طريقة لانقاص الوزن ما كانتش معتمدة على الهرم الغذائي في التخصيص او نقصان الوزن كده فكرة التثبيت نفسها مش هتكون حقيقية او مش هتكون مظبوطة لان اصلا الرجيم ما كانش مظبوط او برنامج التخصيص ما كانش مظبوط الهرم الغذائي بمنتهى البساطة ان انا باخد كل العناصر اللي ربنا خلقها او اللي الجسم محتاجها ولكن بنسب متفوتة يعني باخد نشويات باخد خضار باكل فاكهة باكل بروتين باكل البان باخد نسبة من الدهون ولكن بنسب معينة ونسب محسوبة واللي حاسبها الدكتور اللي بيعالجني لانه ممكن يكون بيغير فيها كل اسبوع يعني ببساطة الهرم الغذائي بيقول عشان تحفظ على وزنك وتكون الطبق بتاعك او الاكل بتاعك صحي من 50% ل60% من اجمال السعرات الحرية اليومية يكون جاي من نشويات فتلاقي الدكتور اللي بيعالجك ممكن في اسبوع يكون مزود لك كمية النشويات موصلها ل65% او 70% وفي اسابيع تانية او في ايام تانية موصلها ل40% ممكن يكون الدهون احتياجنا ليها في اليوم من 10% ل20% من اجمال السعرات وطبعا تكون دهون صحية زي زيت الزتون زي الزيت الحار زي المكسرات النية الغير محمصة او غير مملحة وتكون برضو محسوبة ممكن تلاقي الدكتور مزودها شوية في 3 ايام مديلك الدهون دي وصلة ل30% من السعرات الحرية فكرة الفوت سايكل او فكرة ان انا ازود في ايام ونقص في ايام وزود في عناصر وقلل في عناصر هو ده اللي بيخلي الجسم يبتلي يفضل ينزل 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 ما يوصلش ليه السبات ودي بتبقى من ضمن المفاتيح اللي بنبتلي نشتغل عليها لما يحصل سبات للوزن مضة طويلة قبل ما ناخد قرار التثبيت ان انا العب شوية بالعناصر وزود في ايام وقلل الايام فلو انا بخس بالطريقة دي هقدر اسبت وزني او هقدر انهي برنامج العلاج بتاعي بطريقة مضبوطة لكن لو انا كنت خسيت لان عملت رجيمات كيميائي لو انا كنت خسيت لان بعمل رجيم الوجبة الوحدة بس لو انا كنت خسيت لان انا بعمل نظام الصم المتقطع فترات طويلة او بعمل رجيم الطمر واللبن او بعمل رجيم اتكنز او بعمل رجيم دوكان او اي نوع من انواع الرجيمات او ماشي على البلانت بيز دايت اللي تكلمنا عليه بالتفصيل في حلقة وقلنا ان هو ضد الهرم الغذائي او ضد علم التغذية اصلا ان اساس علم التغذية العلاجية هو الهرم الغذائي فلو انا كنت بخس باي طريقة مش هرم غذائي او مش مدروسة او مش محسوبة غالبا هفشل في نظام التثبيت لانه بيبقى رجيم مش مظبوط ما اقدرش اكمل عليه بقية حياتي واحنا كنا قلنا في بداية الحلقة ان التثبيت ايه حقيقي ان انا افضل طول حياتي ماشي بسيستم وماشي بطريقة مكمل بيها طريقة صحية طريقة مظبوطة مش مجرد حاجة بعملها الفترة وبعد كده ابطل دي جزئية الجزئية التانية المهمة عشان نقدر نقول ان احنا كده فعلا هنسبت الوزن ان انا كون برائب نفسي في الفترات اللي فاتت في الايام المفتوحة او في الوجبات المفتوحة شكل جسمي كان عامل ازاي يعني ايه شكل جسمي كان عامل ازاي يعني انا النهاردة مثلا يوم سبت ومعاد الوجبة المفتوحة بتاعي ومعاد الوجبة المفتوحة تحت اشراف الدكتور عارف هيأكلني قبلها ايه وهيأكلني بعدها ايه في الايام اللي بعد كده واخدت الوجبة المفتوحة ولقيت ما زال كميات الاكل اللي انا باكلها كبيرة جدا جدا ما وصلتش لمرحلة الساتسفاكشن او الشبع من اقل كمية اكل يعني مثلا زمان كنت باكل بيتزايا كاملة لوحدي المفروض مع مدة ريجيم مدروسة ومحسوبة ومظبوطة ان انت تبتلي بدل ما كنت بتاكل البيتزايا تاكل نصها تاخد ثلاثة سلايس او ثلاثة شريح منها او شريحتين ده على سبيل المثال يعني لو انت ما وصلتش للمرحلة دي ان كمية الاكل اللي معمولة بطريقة فيها سعرات حرية زيادة او متحمرة او حلويات كتيرة لسه بتاكل بنفس الكميات انصحك ما تسبتش دلوزن دلوزن دلوقتي وانصحك انك تراجع ريجيمك شوية وانصحك انك تكلم دكتورك وتعرفه لو انت لسه في مرحلة بالك مثلا شهرين بتعمل الرجيم او ثلاثة شهور بتعمل الرجيم ولما بتيجي تاخد وجبة مفتوحة ده بيحصل معاك لا خلي بالك لان انت كده التثبيت او برنامج الانهاء هيكون محتاج شوية تعديلات او محتاج تهيأ جسمك داخليا او هرمونيا على الجزئية دي من ديوان او من اول يوم في برنامج الرجيم اي دكتور تغذية بيبقى مركز في ثلاث حاجات مركز ان المظام الغذائي يكون كامل ويكون كل العناصر اللي الجسم محتاجها موجودة فيه وهو ده اللي نقدر نقول عليه بين قصين رجيم بلا حرمان لان كلمة رجيم بلا حرمان دايما مريض السمنة بيفهمها بطريقة غلط ان الدكتور هيديله محشي كل يوم ان الدكتور هيديله شوكولاتة كل يوم ان الدكتور هيديله حلويات كتير فتقول ما انت بتقول لي بلا حرمان مالفين الحرمان بقى ما انت كده حرمني برضو لا هو الدكتور قصده رجيم بلا حرمان من العناصر اللي الجسم محتاجها مش اللي حضرتك بتحبها بس او اللي انت متعود عليها كتير احنا ممكن اه ندخل بعض الاكسابشن بنسبة 5% او 10% في نظام الرجيم اللي حضرتك واخده عشان نفسيا انت بقادر تكمل فدي نقطة الدكتور بيمركز فيها النقطة التانية حجم المعدة الدكتور يهمه عشان اللحظة دي بقى او عشان الفترة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي لحظة الانهاء او تثبيت الوزن الدكتور يهمه ان حجم المعدة يكون صغر وان الجسم ياكل بكميات قليلة بمزاجه مش غزبا عنه يعني اول وجبة مفتوحة ما نقدرش نحكم عليها وتاني وجبة وتالت وجبة لقى الجسم لسه بياكل كتير لكن بعد استمرار الاسابيع خلاص الجسم يبقى يقولك انا مش قادر اكمل انا كنت جايب كذا وكذا وكذا ومش قادر ااخده كله الحاجة التالتة غير العناصر وغير ان حجم المعدة يصغر تأثير الهرمونات الداخلية من انسولين وليبتن وجريلين الهرمونات اللي مسؤولة عن الحرق والتغزين والجوع والشبع واحتياج الحلو واحتياج الحادق واحتياج الحامض واحتياج المسكر كل الهرمونات دي بتبقى في كل نظام تغزية حضرتك بتاخده من الدكتور اللي بيعالجك هو مركز ان الهرمونات دي تتضبط هو بيحاول يركز او بيحاول يعودك انك ما تميلش للحاجات المسكرة الصعف نشر بالليل عشان ما تفتحش التالجة وتاكل اي حاجة وتعق بيحاول يعلمك انك تاخد ما بين الفطر والغداء ومن غداء والعشر صمرت فاكهة عشان تحافظ على مستوى السكر في الدم يكون بلاتو بيحاول يعلمك انك لما تكون جعان تبتدي يومك او تبتدي وجبتك بطبق الصلطة عشان الالياف اللي فيه او الخضار عشان الالياف اللي فيه فتملى جزء ان المعدة وبعاكهة تبتدي تاخد بقية الاصناف بيبتدي يزبط الهرمونات بتاع الجوع والشبع ومواعيد النوم والصحيان والحرق والتغزين كل ده الدكتور بيبقى بمركز فيه وبيحاول يزبطه من اول يوم عشان لما اوصل للتثبيت يبقى انا كده نجحت ان انا فعلا هبتدي برنامج تثبيت مظبوط دلوقتي هينزل معنا على الشاشة نظام طيب قبل النظام هيبقى معنا التليفون السيدة الدعاء اهلا وسهلا بيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحتم عايزة اسأل عن نظام التثبيت أنا عقل رجين بس انا باخد اعشاب فالا اعشاب دي صحية ولا مصحية انهي نوع من انواع الاعشاب والاعشاب دي جايبها منين يعني تحت اشراف دكتور ولا مجرد ملينات ولا ايه لا هو دكتور تغزية هو دكتور عشاب يعني دكتور تغزية ولا دكتور عشاب مع الزمن رجين تمام عندك فكرة نوع العشب اللي انت بتستخدمي ايه ولا ما تعرفيش لا هو عطوني عشاب ماشي عليها يعني مش عارفة ايه ايه بتعمل ليونة بس ليونة صحية او مصحية طيب في اسئلة تانية عندك يا سيزة دعاء بالنسبة يعني بعد ما انزل يعني انا طولي مية وستين يعني انزل قد ايه انا كنت تمانية وستين انت سنت كم سنة انا عندي ثلاثة واحد تلاثين سنة واحد تلاثين وزنك في البداية كان كم كيلو كنت تمانية وتسعين ونص وحاليا دلوقتي تمانية وتمانية تمانية وتمانية هل عملت تحليل مكونات الجسم عشان تعرفي نسبة الدهون عندك قد ايه لا والله ايه طيب ارد عليكي حالا يا استاذ الدعاء اي واحد بيعمل دايت او بيعمل رجيم لازم على الاقل يروح زيارة في الاول عشان يعمل تحليل مكونات الجسم ماينفعش ان انا اعمل رجيم من غير ما بقى عارف انا من جوه ايه من غير ما انا بقى عارف معدل حرق اقل من الطبيعي بقد ايه من غير ما بقى عارف نسبة دهوني كام لان هو ده الريفرنس او هو ده اللي انا برجع له كل فترة او فيه قبل ما ابتدي برنامج التثبيت ان انا بقى عارف نسبة الدهوني بقت كام معدل حرق بقى كام بقى عندي دهون زيادة قد ايه ما انا مفرحش ان انا خسيت عشرين كيلو ولا ان الدهون اللي نزلت خمستاشر والبقى ميا وعدلة دي نقطة محسومة عشان يبقى بنتدي كلام مظبوط النقطة التانية فكرة رجيم الاعشاب فيه فرق ما بين ان انا استخدم اعشاب بسيطة زي شال اغدر زي القرفة كبدائل للمية زي ان انا اشرب كمون زي ان انا اشرب ينسون حاجات بسيطة لان فيه ناس بتبقى متخيلة ان الاعشاب هي اللي بتخصص طبعا ده كلام مش مظبوط اللي بيخصص تنظيم الوجبات مع الرياضة مع تعديل السلوكيات عشان يبقى الموضوع بحسوم مفيش حاجة اسمها الزبادي باللمون هو اللي بيخصص او القرفة هي اللي بتخصص او الكمون باللمون هو اللي بيخصص كل ده كلام مش مظبوط الأخطر بقى الرجيمات اللي معتمدة على الأعشاب اللي هي بتعمل ليونة ودي مهم جدا جدا إن احنا نتجنبها ونبعد عنها لأنها بتفقد قدرة الجسم الطبيعية على الإخراج وبتدخلني في مشاكل امساك مزمن بالنسبة لنظام التذبيت هيكون موجود معانا سامبل أو عينة من أنظمة التذبيت اللي منستخدمها على الشاشة دلوقتي وده يعتبر نظام عام يناسب قطاع كبير من الناس يلا كله يجهز وراء وقلم هيبقى معانا على الشاشة دلوقتي النظام زي ما انتم شايفين طبعا نظام الهرم الغذائي لتذبيت الوزن عندنا الفطار مجموعة اختيارات بنختار حاجة منها يأما 8 معالق فول بمعلقة زيت زيتون أو حار أو 2 بيضة مسلوقة أو أملت بمعلقة زيت صغيرة مقلية يعني معلقة زيت صغيرة أو جبنة فيتالايت أو أريش زائد رغيف سن زائد سلطة زائد كوباية لبن الاختيار الثاني تمام معالق بليلة أو كورنفليكس اللي هو البران الرضة أو شوفان زائد كوباية لبن زائد معلقة عسل أو كوباية لبن واربع فواكه أقدر أغير كل يومين بحاجة لو لها مزاجة كل دا أو مزاجة كل دا زي ما إحنا عايزين عندنا لغدا برضو مجموعة اختيارات 6 صوابع محشي معمولين ناي فني أو 6 معالق مكارونا والأفضلية للمكارونا البني اللي يقدر يجيبها زائد ربع فرخة زائد سلطة لاختيار الثاني جبنا قريش زائد رغيف سن زائد سلطة أو طبق خضار ناي فني زائد 5 معالق رز مسلوق واللي يقدر برضو يجيب رز بني يبقى كويس زائد قطعة لحمة زائد سلطة أو نص كيلو سمك مشوي أو علب التونة زائد 4 معالق رز أو رغيف سن زائد سلطة أو 4 مغارف بوكوليات فصوليا بيضة لبيا عتس أو فول طبعا زائد رغيف سن زائد سلطة عندنا العشاء 2 زبادي زائد 2 صمرت فكهة أو 6 معالق شفان زائد كوباية لبن وعليهم رشة قرفة والهدف من رشة القرفة هنا مش إن هي بتزود الحرق ولا حاجة هي بس بتقلل الاحتياج للحاجة المسكرة اللي ممكن يحصل للناس كتيرة في فترات الليل ملحظات هامة جدا عندنا بعد الفتر بساعتين وبعد الغدى بساعتين كوجبة خفيفة ودي مهمة جدا لازم تتاخد عشان الحرق كوباية زبادي أو لبن عليها معلقة شفان أو صمرت فكهة وممكن اللبن يبقى لبن رايب أو جزرة وبين الوجبات عند الجوع خيار وخص وفلفل رومي أو شربة خضار بدون بطاطس للناس اللي بتبقى عايزة حاجة دافية أو خضار سوتين لازم نشرب عشر كوباية ماية كل يوم ولازم نلتزم بالمشي نص ساعة ونقطة مهمة ما نختارش صنفه ونفضل تلاتين يوم عليه اللي هي مدة تثبيت الوزن لا لازم كل يومين أو كل يوم أكون بغير زي ما خدنا بالنا في الملاحظات فكرة التلاتين يوم الهدف من إن أنا أمشي تلاتين يوم على أكل واحد أو مجموعة أكلات محسوبة نفس السعرات أو نفس السعرات الحرية تقريبا هي دي فكرة التثبيت وزي ما قلت هو برنامج افتراضي يعني ممكن نعمل عليه بعض التعديلات لو أوزان أكبر ممكن نقلل لو أوزان أقل أتمنى أن أنا أكون جاوبت على كل أسئلتكم ونتقابل إن شاء الله في حلقات قريبة من برنامجكم برنامج العيادة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر